سفيرة أمريكا تقود عمليات المحافظة على الأخوان في الحكم في مصر أمريكا في الأصل هي الدولة المارقة لأنه نرى كم تسببت أمريكا في دمار كم دولة وكم شعب هذه الأشياء تفتح أمامها محاكم بطول العرض لكن لا نأخذوش عليها أمريكا في هذه الأبور لكن يكون العقل مننا ويكون العقل من الحكمات بتاعنا وحتى نتقي شر أمريكا وشر كل الدول المارقة هذه الهمة بتاعها هي فرض الهيمنة بتاعها أو موصلت سياسة الاستعمار بتاعها تجاه بلدنا حتى نتقي شر كل هؤلاء علينا بشيء واحد وأنه نفتح يدينا لبعض ونوسع دائرة الخير حولنا ونحاول أن نتفق مع الناس مع الطيف المدني والسياسي الوطني ألا همه وقلبه ومخه وعقله وكل شيء في البلاد يعني هذولي رغم ما يمكنش نتوجه لهم اتهامات وهذولي ألا كانت تذكرون شي طو نهارين قلتلكم أراه عينهم على البلاد ورغم ينجموش يخليوا البلاد تمشي هكا سبهلا لا وكأني مش موجودة رأي البلاد بتاعنا رأي ما هيش معمر هاش ستين عام استقلال الدولة التونسية عمرها ثلاث هلاف عام الدولة التونسية الدولة في تونس عمرها ثلاث هلاف عام يعني ثلاثة مرات قد فرنسا يعني شون تلعب انتا يخي اليوم اليوم مش نتعلموا احنا يعني كيفية تسير الدول مع الأسف مع الأسف الاتكاة على عدمي الكفاءة والانفراد بالرأي وعدم مد اليد المشورة إلى الطيف المدني والسياسي المدني خلانا في مرتبة ضعفاء الحال في تسير الدول وبالتالي احنا علينا أن نسترجع تراثنا وتاريخنا وهمتنا قدرة أن تسير الدول في أعتى وأشرص المعارك عرفتها البشرية مش عرفتها تونس احنا كنا قلب قلب الصراعات اللي عرفها البشر وقلب الصراعات اللي عرفتها الإنسانية ومش اليوم باش نتعلموا تسير الدول وحتى حد من اللي جي معلمنا تسير الدول أما يزيمنا أننا نحطيش الفرصة لحتى حد